أخي وأستاذي ومعلمي وسام السلام عليكم ورحمة الله أتمنى أنك بأفضل حال ويقول رسول عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس فشكرا لك من أعماق القلب والشكر الجزيل لك على جهدك العظيم في هذه الدورة التعليمية وعلى ما تقدمه كذلك في القناة العامة سبق وأن قمت بإرسال نتائج تداولاتي على مدى ثلاثة أشهر ولله الحمد حققت ربح يحادل مئة وستة في المئة بالطريقة التي قدمت فيها التحليل الموجي والمدموج مع خبرة واسلوب متميز ومتفرد يخصك ودمجه كذلك مع التحليل المنطقي أو المنطق في التداول وهذا يعتبر شيء جديد بالنسبة لي قدمته لي مشكورا في قالب تعليمي جدا شيق وسلسلة الدروس كانت مرتبة بطريقة تصاعدية وطريقة ممنهجة ومنطقية كذلك فشكرا لك على هذا المحتوى التعليمي والحقيقة أشكرك كذلك على هذا السعر السعر الدورة التعليمية في متناول اليد وبعد أنهاء الدروس التعليمية بحول الله وبتوفيقه باستطاعة أي متداول لا أود أن نقول يستعيد قيمة الدرس التعليمي لأن العلم لا قيمة له العلم يبدل له الغالي والنفيس ولكن جزاك الله خير مشكورا والله أعلم بالنيات ولكن ظني بأنك وضعت هذا السعر ليكون في متناول الجميع لأن هدفك واضح هو تثقيف إخوتك المتداولين إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في تحليل جديد للبيتكوين سأقوم بتحليل البيتكوين للمرة الثانية اليوم لنرى هل هناك جديد في هذه العملة الرقمية لكن قبل البدء دائما وابدنا لعكم الاشتراك في قناة التليجرام المجانية هذا هو رابطها سأضعه لكم في صندوق الوصف تضغط عليه تصبح عضو في هذه القناة المجانية لا تأخذ له هذا الاسم ولا الصورة لأن هناك نصة بن كتر يقلدون هذا الاسم سواء على التليجرام سواء على التويتر انتبهوا للأشخاص الذين يرسلونكم أنا لا أرسل أحدا بما يخص الدورة والاستثمار لا أطلب منك لأن تستثمر معي ولا سلوك اللي تدخل في توصيات انتبهوا انتبهوا كل من يريد الاشتراك في دوراتنا التدريبية سيجدوا الرابط أسفل في التعليقات أول رابط وفي صندوق الوصف أول رابط كذلك كل من أراد اشتراك في هذه القناة المجانية سيجدوا الرابط أسفل في صندوق الوصف تضغطونا فقط على الروابط هذه القناة المجانية نضع فيها أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية شهاداتهم صوتها صورة وعروضنا المميزة واخر عرض مميز بالنسبة لنا هو هذا العرض الجديد الذي به تحليل موجي زائد برايس اكشن فقط بمئة وسبعة وتسعين دولار يعني دورته بسعر دورة واحدة بالاضافة الى ثلاث مجموعات مجانا ثلاث مجموعات اخوتي الكرام لمدة شهرين مجانا مجموعات تحليل يومي للذهب اليور دولار بيتكون والدو جونز ومجموعتي النقاشات فوريكس وكريبتو هذه المجموعات تساعدك وتخول لك الامكانية الاحترافي مدرسة المنطق الاحترافي التداول باستعمال تحليل موجي والبرايس اكشن تقارن تحليلاتك مع تحليلاتي تقارن تحليلاتك مع افضل طلب عندي لذلك هذا العرض بالنسبة لي هو عرض مميز ولن يتكرر تعرفون تحليل موجي وبرايس اكشن عبارة عن اربعة وثلاثين فيديو مسجر خمسة وعشرين ساعة من المعلومات الاحتراف اي سوق بمتداولين سواء كان فوريكس اسهم عملات رقمية مواد اولية وكذلك سواء تداولا سكالبين يعني مضاربة لحظية او تداول يومي مضاربة يومية او او استثمار هاتي الدورة اي المناسبة لك اذا اردت ليشترك في هذا العرض الرابط اسفل في التعليقات اول رابط وفي صندوق الوصف اول رابط اضغط عليه تتحدثت معي مباشرة على التلاجرام عنه الذي اجهبك وعطيك المعلومات انت من سيراسلني انا لا اراسل احدا كل من راسلكم نصاب هنا اكررها كل من راسلكم لكي يبيعكم دورة او اي شي فهو نصاب انتبهوا الاد الامر لا تنسوا كذلك اتذهبوا الى قناة اليوتيوب الجديدة العلم يعرف الكذب مباشر وصلنا الى الفين وخمسمائة وستين مشترك نريد ان نصل الى عشرة الاف قبل ان نبدأ بوضع لايفات مباشرة يوميا تحليلات يومية لاي سوق تريدون انتم تطلبون ونحن نستجيب اشتركوا لكي نصل الى عشرة الاف مشترك تحذير التداول مهنة خطيرة يمكن ان تغسلك اموالك لذلك كل ما نقوم به فالقناة ودى مغزى تعليمي تثقي في مئة بالمئة لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية اذا ضغطت على زر الشرق او البيع انت المسئول مسئولية تنتام عن قراراتك قلنا تلعي منها في الكذب لا تتحمل اي تمسئولية كل ما نطلبه منك ان تراقب تقارن تشاهد ودى اجابتك الطريقة يمكنك ان ندوم العروض الى دورتنا البيتكوين الاسع وحليل فقط اخر لانو تعرفون نحن في في هذه المنطقة لا نعرف هل هي تصحيح او بداية صعود لا استطيع ان اعرف ذلك لكن ما ارى انه لحد الساعة ليس هناك تأكيد ان هناك صعود لازلنا في اتي القناة التي هي بنسبة العبارة عن تصحيح والبيك بوي موجود في هذه المنطقة وهذا الهبوط هو عبارة عن جدار كل مرة ساعد البيتكوين يتم وانزاله كل مرة ساعد البيتكوين يتم وانزاله كل مرة ساعد البيتكوين لكن يجب ان تلاحظ ان هناك قاع على من قاع طيب الان ماذا قلنا في البيتكوين اذا تذكرتم قلنا اذا اردت البحث عن الشراء اذا اردت البحث عن الصعود احتاج ان يتم كسر هذا المنطقة اولا ماذا قلنا مستوى هذا المستوى وهو مستوى النطاق لكن لنحدده بطريقة افضل هذا هو النطاق هنا الحرب دائرة بين المشترين والبائعين هنا الحرب هذه كل اختراقات كذبة اخوتي الكرام هنا الحرب بين المشترين والبائعين في هذه المنطقة اذا كان هناك اي كسر ثم تصحيح هذا هو صعودي لكن مع كسر هذه القمة اللي هي مستوى الاربع عشر الف وستمائة وتمانين ساقوم بتحويل وقت خسارتي من هاد المنطقة الى هاد المنطقة بريك ايفن واتركه لارى هل سيصل الى مستوى التسعة وعشرين الف دولار وثلاثمائة او لا لانني لازلت لا اعرف هل هو تصحيح افضل هل هو فقط تصحيح ولكي تكتمل بنية هاد الموجة الاخيرة سيصعد لمر اخيرة ثم يعود ام هاد هي بداية الموجة للصعود لا استطيع وانعرف لماذا لا استطيع وانعرف ليس لان هناك مشكل في التحليل ليس الا لاننا لان التحليل الموجي لا يستطيع ان يعرف ذلك اذا كنت تظن ذلك اخي الكريم فهذا غباء لان البنية تقول لان هاد ليست موجة دافعة لاحظوا هل هاته موجة دافعة لاحظوا الفرق بين الموجة الدافعة وبين هاد الحركة هاد البنية تقول لانتبه انتبه يجب ان تكون حذرا لاحظوا لما كانت هاد البنية ما الذي وقع بوم لاحظوا الحركة القوية لاحظوا الحركة القوية لاحظوا لما كانت هاته البنية ما الذي وقع بوم طيب ما الذي قد يقع في هاته البنية لاحظوا استخدموا ادمغتكم قليلا بالله عليكم اذا كانت هاته الحركة هكذا ماذا سيحدد لذلك نحن دائما يعني يجب أن نكون حاضرين يجب أن نكون على حاضر من هذه المشكلة التي لدينا الآن بنية البيتكوين غير واضحة لذلك كل صفقات الصعودية ستكون بحاضرين شديد جدا جدا لذلك ماذا قلنا قلنا نريد كسر هذه المنطقة هذا هو الجدار الأخير ثم بعد ذلك تصحيح وهذا هو صعودي هذا ما قلنا لماذا لأن هذه الحركة هي على شكل ABC ABC يعني إما نعيكس في الاتجاه أو تصحيح كبير وقلنا نريد أن يتم كسر هذه المنطقة إذا أردت البحث عن البيع ليس فقط كسر هذه المنطقة وهي مستوى 22500 وعدد ولكن بمعنى لديها ABC أحتاج إلى تصحيح أكبر من هذا التصحيح سواء كان أسفل هنا بقليل أو هنا أسفل بقليل لا يهم المهم أن يكون لديها تصحيح كبير لكي يقول بوم هذا هوبط لـ 17 دولار لحد الساعة لم نحصل على هذا العمر إذن لازم لا لم نكسر هذه المنطقة إذا ليس هناك بيع طيب هل كسرنا هذه المنطقة لحد الساعة لا إذا ليس هناك شراء هناك صعود أعطينا تصحيحا هنا وصعب حتى يشري أكيد تعرفون أنه لا أعطي لا تبصيح ولا نصح مليون ولا نصحك لا يشري أو لا يبيع هذه الطريقة في التحليل فقط كانت عمل الفكذب غير مسؤولة عن قراراتك انتبهوا من الضام إذن إذا أردت البحث عن السعود أحتاج إلى تصحيح فوق هذه المنطقة هكذا 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 أقول هذا السعود وكما قلت تأثر هذا المستوى 24,660 24,760 بوم تحول لقطة خسرية إلى منطقة دخول وتركه على أمل أن يصل السعر إلى 26,4 هذا هو أملي لكن هل فعلان سيصل لا أدري لماذا لا أدري لأن البنية غير واضحة وعيد مرة تانية هل هذا السعود قوي لكي أقول وهذه موجودة فيها للسعود بالله عليكم لاحظوا الفرق بين هذه الحركة وهذه الحركة هذا هو الإشكال الذي لدي لأن هناك أشخاص يظن أنني لا أريد أن يسعد البيتكوين نحن نربح مع البيتكوين سعودا وهبوطا يجب أن تفهمو هذا الأمر يقول لأن ليس لديها مصلحة لا في سعودي ولا في هبوطي لديها مصلحة في أن تكون البنية واضحة لكي أستطيع أن أفهم طبيعة السوق وأن يريد أن يتحرك فقط هذا هو اهتمامي سوى سعاد أو هبض إذا الآن كل ما علينا فعله هو انتظار لماذا؟ هل سنحصل على تصحيح في هذا المستوى اللي هو 23,500 أو 400 إن هذا المستوى أو سيعود البيتكوين دون أن يصحح سيعود ويكسر للقاع إذا كسر هذا للقاع سيكون هناك ربما تغيير في البنية لأن هذا هو نموذج راني فلات لكن كيف سنقفل هذا الحركة؟ ربما في المستقبل قد يكون هناك راني فلات هنا هكذا ويكون هذا هو ذلك التصحيح الكبير الذي نريد قبل البحث عن النزوم بل لأنه قلنا هذه ABC نحتاجه إلى تصحيح كبير قد يكون هذا هو التصحيح الكبير لازال لم يكتمل نحن فقط نتصوره قبل أن يكتمل إذا أردت أن تتصور مثل هذه الأمور يجب أن تكون لديك خبرة في التحليل الموجي وفي بطريقة منطقية مما يعني أنه هل يمكن أن يعود البيتكول من هنا؟ نعم إذا لم يصحح نعم ممكن هذه الحركات القوية هي التلعب لأنه نعرفون هنا هناك ناس كثير تتداول بحسيس على مطر مثل هذه الشمهور بالتالي فجأة تجد لذلك نقول لكم نريد أولا أن يصل السر إلى هذا المستوى أولا أو على الأقل ليصحح في هذا النطاق لنقول هذا النطاق وهنا ليصحح أولا تجد تصحيح واضح تصحيح واضح قبل البحث عن السعود وكسر قوي زي استراتيجية لتدول النطاق تكون استراتيجية فعالة مجربة نحن لدينا هذه الاستراتيجية في دورتنا التدريبية كما تلاحظون هذا هو تحليلي للبيتكوين اليوم للمرة الثانية يا إخوتي الكرام فالأمر يستبتلك البساطة يجب أن تكون لديك التزام التيزام ودسيبلي إذن لحد السعلي سأناك شيء ننتظر هذا السعود مسبة لله يعني شيئا إذا لم يعطني تصحيح لأنه قد يعود وهذا الهبوط الذي كسر لا يعني لي شيئا إذا لم أحصل على مدى على تصحيح كبير هنا لننزل إذن سننتظر الحدي الساعة سننتظر وأنا معكم يوميا لمرتين في اليوم لنحل هذا البيتكوين لنرى كيف سنتصرف معه يوميا إذا كان هذا هو تحليلي للبيتكوين اليوم لا تنسوا الذهاب إلى الموقع BeProWaveTrader.com به كتب يمكنكم تحميلها مجانا BeProWaveTrader.com به كتب يمكنكم تحميلات بجرامي كالإدداء الأساسي للشمال يبني الممتدين ضغط على إبداء المجرام لأعملك الخاص وإصلك الكتب لأعملك الخاص لا تنسوا كذلك إذا عرضتم احترافة التداول هذا هو عرضكم تحليل موجي زائد Price Action رابط أسفل في تعليقات أول رابط وفي صدق الوصف أول رابط لا تنسوا هدفنا وتعليمكم أنا العملي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته